من ساعة ما حصل التعويم الجديد لحد النهار ده واحنا بنشوف السادة المسؤولين والإعلاميين المطبلاتية بينطفوا الشنا للنهار عشان يكرروا سكريبت واحد ما بتغير وهو إن التعويم هيحل كل مشاكل بلد الاقتصادية من أولها لآخرة لأنه مش بس هيقضي على السوق السوداء وهيخلي الدولار يركع أصاد الجنيه لا ده كمان هيزود الصادرات وهيشجع المنتج المحلي وهيحرر فلسطين وهيدخل مصر كاس العالم وهيخلي بيتر ميمي يبطل إخراج يعني كله إيجابيات ما شاء الله وملهوش ولا سلبية واحدة طب هو كلام تصحيح فعلا يعني التعويم الشائي هيعمل كل العمال دي في الدولار والسوداء والتصدير والإنتاج ولا الحقيقة حاجة تانية خالص خلونا نشوف معروف إن ساعة الرئيس السيسي طول عمره بيكره الاستبداد وبيحب الديمقراطية زي يعنيه عشان كده ما بيرضاش ياخد أي قرار مهما كان صغير إلا بعد ما يخطط له كويس ويسمع رأي كل الخبراء والمتخصصين وأعضاء البرلمان وقيادات الأحزاب وأي حد معادي رغم إنه نبي قد الدنيا وبينزل عليه الوحي فوق النخلة من زمان يعني يقدر ياخد أي قرار لوحده عادي وهو سايب إيده وهيطلع صح مس هو اللغاوي شورة بقى أنا عمله إيه؟ بيحب بقى وياخد رأي المتخصصين ويشركهم في أي حاجة تخص البلد وينفذ كلامهم كمان بالحرف ونروح بعيد ليه؟ من كم شهر بس شوفنا خبراء الاقتصاد المصريين وهم قاعدين زي البشوات فجلسات الحوار الوطني وعملين يعصوروا دماغهم ويخرجوا كل العلم لجواهم عشان يحلوا كل مشاكل البلد الاقتصادية ويدوروا على مخرج لأزمات الديون والتضخم اللي سيادة الرئيس غرزنا فيه طبعا في الوقت ده جناب المشير كان قاعد مش على بعضه خالص لأنه كان مستني بفارغ الصبر إن السادة الخبراء يقدموا له توصياتهم عشان ينفذها بمنتهى السرعة ويلحق اقتصاد البلد قبل ما يودع والحمد لله خبراء الاقتصاد المصريين كتر خيرهم ما تأخروش على سادة الرئيس بقى عطول التوصيات والحلول على قصر بتاعه في جواب من صوجر عشان يبتدي في تنفيذها طب ايه بقى التوصيات ده عفارة الاقتصادة برينسات قال لك أول حاجة إن الدولة ما تعملش تعاوم جديد لجنيه حتى لو صندوق النقد الدولي وقفلنا على دماغه وحلف مئة يمين ما هيشحاتنا تاني إلا لو عومنا لأن التعاويم ده لو حصل هيودي البلد في ستين دهية وهيخرب بيوت المصريين واحد واحد وهيتسبب في بلوه كتير قوي منها مثلا إنه هيرفع أسعار كل السلع والمنتجات اللي في السوق للضعف تقريبا بسبب زيادة تكلفة الاستيراد والنطة اللي هينطها الدولار الجمركي يعني التضخم هيتنفخ والناس هتشحك والمصريين اللي رائدين دحت خط الفقر أساسا دلوقتي هيفتقر أكتر التوصيات التانية بقى هي إن البنك المركزي ما يرفعش سعر الفايدة تاني لأن رفع سعر الفايدة نقطة واحدة هيزود الديون اللي علينا 80 مليار جنيه في لمح البصر لإخوة الخبراء قالوا كمان في توصياتهم إن جنابي المشير لازم يخلي عنده دم بقى ويحاول يتعالج من ده الشحات اللي في ده ويبطل يستلف من طوب الأرض لأن العملية ما بقتشوا مستحملة ديون زياد ده إحنا دلوقتي ما شاء الله بناخد ميزانية البلد من إيديها ونسلمها للديانة تسليم أهالي وبرضه مش مكافية ولما أخذ يا أنا اسموه الزعيم لو فيها سآلة يعني يارد بالمرة تحترم نفسك وتوقف الفناكيش والإنجازات شوية بدل ما أنت عملت ضيع عليهم فلوس البلد كده يمين وشماء طبعا إحنا عارفين إن الفناكيش دي هي هويتك الوحيدة وإن البلد في أمس الحاجة للكباري عشان المصريين يعودوا شحاته تحتها بس معلش يعني تعالي على نفسك وتقل على أحوار المشاريع ده سيكا كده على أقل الحد ما ربنا ينفق في صورتنا ونشم نفسنا من المصايب الاقتصادية اللي أنت مغرقنا فيه وليك علينا يا عم لما الأزمة الحل إن شاء الله نسيبك تعمل إنجازات زي ما أنت عاوز إن شاء الله حتى تبني كباري جوه حمامات البيوت جنب السيفون كده مش هنقولك لأ ست رئيس السيسي بقى بعد ما قرأ كل التوصيات دي بمنتهى الاهتمام استغرب قوي قال إيه لها بلدك خبراء دول شكلهم جهة لو ما يعرفوش يفكوا خط الاقتصاد مجتمع على مالة والشهم عشان أنظم حوار وطني مفتخر وأعمل فيها الواد الديمقراطي اللي بيسمع كل الأراء وفي الآخر تكون دي النتيجة ألا شوات خبراء اقتصادين ما لونش لازمة عاوزين يحرموني من كل متعة الحياة طب لما بطل شحاته وفناكيش واسيب الجنيه في حاله من غير ما يغرقه هو ده أعمل إيه في البلد ما دي الحاجات اللي بعرف عاملها في الاقتصاد وما تعلمتش غيرها في كلية طب الفلسفة هو العيشة يبقى لها طعم من غير ديون وكبارية لا دي آخرت الديمقراطية والحوارات الوطنية خلت شوات خبراء مدنيين عرر ينسوا نفسهم ويتكلموا في تخصصهم هيجرى ايه يعني لو كل متخصص لم نفسه قاعد ساكت وساب البلد لصحابها خير أجناد الأرض هم دول اللي فاهمين كل حاجة ومستوعبين الأشياء وعارفين الصح فيه طبعا سات رئيس السيسي بعد ما قرأت توصيات دي كويس قوي وهتم بيها جدا أما قطعها ميت حتة ورميها في الزبالة وابتدى يعمل عكسها بالظبط يا دوب ما عداش كم صهر ولقينا جناب المشير مشكورا بيطبخ بإيديه الحلوين كل الحاجات اللي خبراء الاقتصاد في مصر والعالم كله حذروا منها وقالوا إنها تود البلد واقتصادها ورا الشمس ما يبدأ أين كده السيسي راح اتفق من ورانا مع صندوق النقد على قرض جديد بتمانية مليار دولار بعدها بيومين أما قلع الجنيه مالط ومعومه للمرة المليون على التوالي وكمان رفع سعر الفايدة ست نقط بحالهم بالنسبة للفنكيش والإنجازات بقى فدي إسات الرئيس كان محتار فيها شوية لأنه ما كانش عارف يستقر على الفنكوش الجديد اللي هيحدفه في الشنة يعني في الأول كان عاوز يبلط الهرم الصغير ويشطبه سوبر لوكس عشان يأجره للفراعنا مفروش بس الحوار فارغل منه لا أسعار السراميك في السماء والرأي العام الدايق شوية فارجع في كلامه قال له خلاص ولا تزعانه نفسكم أنا هسيب الهرم في حاله مش ههوب ناحيته بس في المقابل هعمل لكو فنكوش أجدع منه وهروح أحفر قناة سويس تالتا إن شاء الله لأنه بصراحة يعني ببستيج ما يسمح ليش خالص لأنه أحكم بلد فيها قناتين سويس بس لازم تلاتة على قل طول الأيام اللي فاتت شوفنا كلنا الزفة الكدابة اللي عملها المسؤولين والإعلامين المطبلتية واللجانة الإلكترونية عشان يحلوا في عينينا قرار التعويم الجديد ويفاهمونا إن التعويم ده هو المعجزة البلاحية اللي هتنعش الاقتصاد وهتغزي الجنيه وهتجيب الدولار لمس أكتاف كل إعلامي بعد جاب خبير اقتصادي جهبز من اللي الدرس والاقتصاد على إيه دي يوسف الحسيني عشان يشرح لنا فوائد التعويم ويوصف لنا حلوته وجماله قال لك إن أول إنجاز التعويم هيعمله وهو إنه هيقضي على السوق السوداء ويخلص عليها للأبد طب والكلام ده صحيح فعلا ولا أوانطة كالعادة إيه الإجابة على السؤال ده؟ سهل أو بسيطة جدا يعني مش محتاجين عشان نعرفها غير إننا نبص بصة على التعويمات اللي حصلت قبل كده ونشوف كان تأثيرها إيه على السوق السوداء بتاعت الدولار ويا طرق خلصوا عليها فعلا ولا نفخوها بزيادة الصراحة يعني وبكل موضوعية لازم نعرف إن السوق السوداء كانت بتختفي فعلا بعد كل التعويمة لمدة طويلة جدا يعني حوالي شهر كده ولا حاجة وبعد كده بترجع تظهر تاني عادي جدا وبتبقى أشد من الأول كمان وده لأسواب كتير جدا منها مثلا إن البنوك بتكمر شوية الدولارات اللي حلتها ومترضاش يديهم لأي حد لأن الدولارات دي كلها فضلة خيركو يعني بتروح على تسديد إقصاط وفوائد الديون المتلتلة اللي علينا عشان كده التجار والمستوردين بيضطروا يدوروا على الدولار في السوق السوداء بعيد عن البنك اللي يمناشف ريقهم ده ومش راضي يحن عليهم بدولار واحد وكل ما اتطلب على الدولار بيزيد كل ما سعره بيعلى في السوق السوداء وبيفرق عن سعر البنك من الآخر كده يعني السوق السوداء راجع راجع زي ما راجعت بعد كل مرة حصل فيها التعويم طب لما ده يحصل المرة دي بقى هنعمل إيه ساعتها هنعوم تاني ولا هنهبب إيه كل المطبلاتي أكدوا برضو من تلقاء نفسهم كده من غير ما يقروا سكريبت الشؤون المعنوية ولا حاجة لا سمح الله إن التعويمة الجديدة هتزود الصادرات المصرية وهتخلي إراداتها في السماء طب ليه قالك مع المنتجات المصرية بعد التعويم هبقى سعرها رخيص بالنسبة للأجانب اللي بيستوردوها بس طبعا كل ده كلام فارغ وأحلام عصاري برضو ببساطة لأن مصر في عهد سات الرئيس ما بقتش بتنتج حاجة أصلا عشان تصدرها إلا بقى لو كان السيسة هيخترع لنا بدماغه الألمزات طريقة ينفع نصدر بها الكبارية وحتى شوية السلع الحزينة اللي بننتجهم بنستورد لهم أدوات تصنيع ومواد خام من بره وده هيزود تكلفة الإنتاج وهيعلي سعر المنتج وساعتها مش هيبقى رخيص ولا حاجة زي ما بيتقال يقولك كمان إن سعر الدولار لما يزيد في البنك ويعدل 50 جنيه في عين العدو كل المستوردين هيبطلوا يجيبوا منتجات من بره لأن سعرها هيبقى عالي جدا وساعتها المنتج المحلي هيزهزها بقى وعيشتها تحلوه هيفرد نفسه في السوق بقى والناس هتقبل عليه ما هو مش هيبقى فيه غيره قدامه أو النقطة دي تحديدا بقى أوانطة برضه وأخيب بكتير من النقطتين اللي فاته بتوع القضاء على السوق السوداء وزيادة الصادرات لأننا في الحقيقة بنستورد كل السلع من بره من أول الأمح والرز والعلف لحد رباط الجزم السلع دي هنفضل نستوردها بعد التعوين برضه عادي جدا لأن ملاش بديل محلي أساسا ما احنا بقى لنا عشر سنين ما بنزرعش حاجة غير الخوازيئ الايقونية بتاعت العصمة الإدارية بالنسبة للمحاصيل العادية بقى فدي ما بنهتمش بها دلوقتي ولا بنفكر فيها لأن مضتها بطل بصراحة وما بتفتش البلد بأي حاجة خالص وبعدين انتو مش غرب يعني انتو عارفين ان بعد ما أسيوبيا أخدت من نين النيل الماء اللي عندنا شحت خالص وبقت على قد فما يصحش نضيعها بحاجة تفهز زي الزراع ومالها نروي ملاعب الجولف والجنايل اللي ماليين العصمة الإدارية دول من ايه خلاصة الكلام هي ان التعويم الجديد هيكله نتائج حتمية سودة هتحصل هتحصل مهما المسؤولين كذبوا والإعلاميين طبلوا واللجانة الإلكترونية شحنوا بقات وكتبوا تويتات زي انه هيرفع الأسعار وهيزود الديون وهيفقر الناس وهيخلي التضخم يفرتك ترينج البلد وفوق ده كله لا هيقضي على السودة ولا هيزود الصادرات ولا هيشجع المنتج المحل اللي احنا مش عارفينه ايه هو اصلا لحد دلوقتي يعني لآخر كده التعويم هيبقى موت وخراب ديار سنة الرئيس السيسي طبيب الاقتصاديين بقى له عشر سنين حافظ شوية إجراءات وعماله يعيد ويزيد فيهم كل يوم والتاني زي التعويم والشحاتة ورفع سعر الفايدة وبيع الأصول وكل الحاجات الخيبة دي المشكلة بقى ان الإجراءات دي بتفشل كل مرة وبتودي البلد في ستين دهي ورغم كده السيسي بيرجع يكررها تاني وتالت وعشر وبيحاول يقنعنا ان النتائج المرادية هتبقى مختلفة عموما يعني مفيش اي اجراء ممكن يصلح حال البلد او يقوم الاقتصاد من رأدته حتى لو بيعنا كل رؤوس الحكمة اللي حالتنا وعملنا مليون تعويم في بعض واستلفنا كل الفلوس اللي في صندوق الناخد الدولي مفيش حاجة هتنفعنا ولا تنفق في صورتنا طول ما احنا رميين الزراعة والصناعة والانتاج على اخر ايدينا ومركزين كل جهدنا في بون الفناكيش وطول ما الجيش حاطت الاقتصاد في عبه ومش راضي يدي القطاع الخاص فاتفوت منه وطول ما احنا بنفرد ضرائب على الغلابة وشابين رجال الاعمال حبايب سات الرئيس يعبوا مليارات في كرشف وطول ما فيه شخص واحد بياخد كل القرارات وبتحكم في كل حاجة وبيعمل البلد على انها وسية وكل اللي فيها عبيد عنده والحد ما نشوف التعاويم الجاي هتبقى امتى ان شاء الله فمعنا اليوم حدوته رمضان هل علينا من تانا ابا الحج ورمضان في بلدنا له حكايات زي اليوم اندول من قيمة كام سنة ابا الحج الخلق كلاتهم شافوا الحج بطاطس الامحاوي وهو واقف يصلي الفجر في قلب الزاوية ورفع ايديه لفوق وهتك يا دعا العمدة وابنه بقع لحس غيرش اللي يحصل بعدها سواد فوتك في الكلام ابا الحج بطاطس راجل عجوز من اهل البلد الفقر والجعضة احضحوه وقسم وظاهره زي حالتنا ام لما المغرب تدن في يوم من ايام رمضان المفترجة يدور في داره على لقمة ناشفة لجل ما يكسر بها صيامه وما يلاقيش شايتها بطاطس ياخد بعضه ويطلع الخرابة لجل ما يدعبس في زبالة العمدة على لقمة ولا عظمة يفطر عليها غيرش على ما يتمشى لحد الخرابة ويوصل يلاقي الناس خلصوا على الزبالة وشطبوه بس بطاطس ما يهمادش برضه ماه الجوع كافر او بلحج بعيد عنك الراجل يمشي لحد الغطان يمكن حد من الفلاحين يحن عليه بطمطماية ولا خيارة يسكت بها بطن ام يلاقي فلاحين البلد تمن قاعدين قبال غطانهم وهاتك يا بوكة زي الولاي اتاري غفر العمدة لم كل المحاصيل عافية ووردوها المخازر العمدة الظالم الاكاد بطاطس اخر ما يغلب يتلفز لطم الارض ويطلع يمة النخلة العجوز اللي حدث ترعى لقبلية ولا كان هحدف عليها الظلط لجل ما يقع منها كان بلحها افطر بيهم غيرش لما يوصل ما يلاقيش النخلة في مكانها اتاب العمدة الظالم قطعها وزراعها جار دواره عشان مش مش ابنه يتصعبط عليها زي ما يحب ويلعب وينبسط بياد العكوسات يا ولاد طب الحاج بطاطس هيفطر ايدي الوقت الله وكيل الراجل يقعد على ارض وهو بيتلوم الجوع ومن كتر الغز يمسك الزلطين اللي معاه ويفضل يخبط دماغه فيهم زي المجازيب تمام امه هو قاعد يسمع صوت نعير ولما يلتفت يلاقي جاموسة شردة من اخر الزمام ماشي يا جار الله وكيل بطاطس ما يكذبش خبر ويروح على داره يتلفى حل ألمونيا ويرجع عند الجاموسة لاجل ما يحلبها ويفطر على لبنها الراجل يحلب الجاموسة ويشيل الحل على دماغه ويجري على داره غيرش وهو ماشي يلمحه الواد مش مش ابن الحرام ونفسه تهفه على اللعب والتسالي امه يتلفى طوبة ويحدفع على الحل امتقع من على دماغ الحج بطاطس واللبن يندلق في الارض وبطاطس يفضل واقف يبص على اللبن المدلوق والدمع هتفر من عينه يا ولده وعلى ما يفوق من زهلته يلاقي الفجر بيده بطاطس لما يعرف انه هيكمل صيام لتاني يوم من غير ما يدوق الزاد يسلم امر لله وياخد بعضه ويروح الزاوية لجل ما يصلي غيرش في عز الصلاة اهل البلد كلاتكم يشوفوه ورفع ايده الفوق وهاتك يا دعا باعلى حس على العمدة وابنه اللي جوعوه وحرموه من الفطار الاسطورة بتقولها بالحج ان في زاية نفس اللحظة اللي بطاطس كان بيدعي فيها الواد مش مش كان بيفرقع بومب حدا تدوره قوم بومب تضرب في وشه وتعوره وتخلي وشه شوارع الاكادة الكل يقول ان اللي حصل اللي مش مشه بسبب دوع الحج بطاطس عليه ولما العمدة يعلم بالكلام اللي داير في البلد يخاف وركب وتخبط في بعض ويقول ما هو لو كل نفر ظلمته دعا علي والدعوة رشقت هروح في ستين داهية وهشوف الويل انا وابنه عنها بالحج ونلاقي العمدة تاني يوم ادى امره للغفر يقفلوا الزاوية بالضبع والمفتاح ويمنعوا الصلاة فيها عشان ما حدش يدعيه تاني غيرش الشيخ الغفر يقوله طب مجاهز ولاد التايكة دول يدع عليكو هم في بيوتهما جنابه قوم العمدة يسلط غفر ويعدوا علينا نفر نفر في بيوتنا وبقوا يمسكوا الواحد مننا يقفلوا حنك وبشريت لزق ويربطوا ايديه وورا ظهروا بحد طب ليه الازية دي يا سيادنا قالك عشان ما حدش يرفع ايده الفوق ويفتح حنك والاجل ما يدي على العمدة ومن يومها واحنا قدنا مربوطة وحنكنا مقفول ومش عارفين نادي على العمدة غيرش ربك اعلم باللي في قلوبنا بالحج الاصد رمضان هل علينا من تانا بالحج غيرش رمضان في بلدنا لوح حكايات نشوفكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة